اشتركوا في القناة والصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر رح يظل في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وستعشر دقيقة بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الأحد بعدها رح ينتقل لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر الآن موجود في برج القوس خلاص استقر في برج القوس فعشان هيك التأثير رح يكون على جميع الأبراج بهاي الفترة إننا منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفي والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين فلكيات قائمات اللي هو زوايا متصلة إحنا بنسميها وفي زاوية اليوم رح تبلش إحنا حكينا عنها أو ذكرناها في حلقة انتقال المريخ طبعا بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و46 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت جرينيج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش إلى عالم وهمي أو في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة و43 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للزاوية اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة هي ذكرناها إحنا في حلقة الأخبار الفلكية لانتقال المريخ هي زاوية سلبية رح تتشكل ما بين المريخ وما بين زحل هي زاوية التربيع ذروة هاي الزاوية يوم 11-11 ولكن ابتداء من اليوم بتبلش تأثيراتها فعشان هيك بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف في الفترة هاي اللي عادة هاي الأعمال بتخلف وراها مشاكل كبيرة كما بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك أعصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وبيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير ولكن هي من ناحية سياسية أو من ناحية تأثيرات دولية في بعض المشاحنات رح تزيد ابتداء من اليوم وترتفع حدية المخاطر أو التهديدات طبعا بعد الزاوية اللي احنا ذكرناها في عنا خلو مسار خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة وحدة وثلاثة واربعين دقيقة بعد الظهر وبتوقيت جرانيتشو بيستمر حتى اليوم التالي يعني أول ساعات يوم الاثنين أي حتى تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد منتصف الليل الأحد على الاثنين هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة وحدة وثلاثة واربعين دقيقة بعد الظهر لغاية الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد منتصف الليل طبعا التوقيت كله بتوقيت جرانيتش هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا اليوم القمر سعيد ولكن فيه انتحاسة بتأثيرات الكواكب ككل فيصنف اليوم هذا من الأيام النحيسة فعشان هي كي بتكون تنتبهوا لبعض الأمور اللي رح أذكرها الآن الآن الأعضاء المعرضة في خلال الفترة وجود القمر في برج القوس أو خلال اليوم تحديدا هي الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدولا أكثر المناطق الحساسة بتكون في أجسام نجاح جميعا فعشان هيك اللي عندهم ضعف في هاي المناطق أو عندهم كثرة بالإصابات في هاي المناطق بدهم يديروا بالهم وفي نفس اللحظة اللي بده يباشر بعلاجها أو يروح لدكتور عشان يعالجها فهذا يوم مناسب طبعا اليوم بما أنه يوم سلبي فلا يوصى بإجراء عمليات جراحية إلا للطوارئ الطوارئ هذا يعني مفروغ منه أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن والجراحة فما بنصح فيها تماما ومناسبة لإزالة الشعر الزائد لأنه دائما لما بيكون فيه سلبية الشعر الزائد عشان ما يطلع أو تعالجه دائما منبحث عن سلبية القمر سلبية الزهرة الأيام النحيسة عشان تضعف البصيلات هاي ويصير فيه نمو بطيء لإلها أما بالنسبة للشعر التجميلي أو قص الشعر التجميلي والصبغ فهو لا يصلح لا للقص ولا للصبغ العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا اليوم مناسب ما فيه أي مشاكل ولكن المفاصل ممكن صير ألام بالعضلات أو بالمفاصل بما أنه تأثير اللي ذكرناه العلاقة بالعضلات والمفاصل عشان هيك يفضل أخذ بندول عشان الحرارة وعشان كنوع من أنواع المسكن البندول أو برستمول والأسبرين هذا لابد منه على ثلاث أيام تأخذ حبه كل يوم بالنسبة طبعا للقمر عمر القمر القمر الهلال ثلاث أيام في تمام الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمستعاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسة بنسبة 65% القمر في القوس حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 5% في ساعات الظهر بيصير 45% عطارد في العقرب حتى يوم 5-11 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة اليوم رح تنشطوا في مثلا علاقاتكم مع الأجانب علاقاتكم مع زملائكم في الجامعات أو بالدراسة بالمعاهد بدأتنا دورة تعليمية مثلا ممكن يجيكم خبر من خارج البلاد أو اتصال بعيد أو تنشطوا بأوراق سفر أو معاملات قانونية قضايا قضائية كلها هاي الأمور اليوم ممكن يتم النشاط أو يكون تركيز عليها فبتشعروا بقوة العاطفة برضو وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاقة بورشة أو بمشروع جديد برج الثور اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة طبعا القمر في البيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة بيت الأموال اللي لها علاقة بالقروض لها علاقة بالديون لها علاقة بالميراث لها علاقة بالقضايا المالية لها علاقة بالمطالبات بالتسويات يعني بكل شيء له علاقة بالأموال المشتركة ما بينك وبين شخص آخر اللي ما بتعود لك لحالك أو بكون معك شريك فيها فعشان هيك اليوم بدك تحسن أدائك حاول أنك تفاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة حاول أنك ما تكون قاسي اليوم في ردودك وكلامك وخصوصا مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء طبعا القمر اليوم موجود في بيت الشراكة وبيت الشراكة هذا بدل على أي شراكة موجودة شراكة عمل شراكة عاطفة شراكة حب شراكة بسيارة بأي شيء له علاقة بالشركة أو حدا بشاركك فيه فهذا يوم له علاقة في هاي المواضيع طبعا يصلح هذا اليوم للمصالحة يصلح لعملية الربط بين أشخاص أو تطوير العلاقة ولكن بما أنه يوم منتحس ما مننصح فيه بالارتباط أو بالخطوبة أو بالطلب ممكن تأجلها ليوم ساعد بيكون أفضل طبعا الشراكة بالعمل طبعا بدها مراجعة وبدها دراسة ويفضل برضو بالأيام السعيدة أهم شيء أنه اليوم لأنه دائما الكواكب لما تكون مقابلك تماما بيكون فيه عندك نوع من أنواع ضعف الطاقة فبدك تتجنب الغضب الإنفعال ما تخلي أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشوها عليك اليوم أنك تخوض الامتحانات بالضبط بدقة متناهية عشان تقدر تحصل على الجائزة المطلوبة يعني بدك تتعب وتكون مفتح مظبوط فعشان هيك اليوم لازم تتحامل على نفسك برج السرطن طبعا القمر انتقل صار الآن موجود في البيت السادس والبيت السادس هذا له علاقة بالعمل له علاقة بالصحة له علاقة بزملائك بالعمل بعمل جديد بالمؤسسات بكل الأمور اللي بتتعلق بالعمل والصحة وصحة الأحبة فعشان هيك اليوم بتكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال المتراكمة دون المبالغة في ذلك وبدكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وبدك تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص أنه يثير انفعالك أو غضبك حاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد وحاول أنك تلتزم بواجباتك ومسؤولياتك أهم شيء احترام المواعيد لأنه اليوم إذا التزمت باحترام المواعيد وتأديت كل شيء بوقته معناته أنت اليوم ناجح تماما برج الأسد صار الآن القمر موجود في البيت الخامس والبيت الخامس يعني بيت الأحبة بيت الحب بيت العلاقات بيت الترفيه بيت الهوايات يعني إلو علاقة بكل شيء جميل عشان هيك اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم أي بترتفع عندكم المعنويات أهم شيء أنك تكون أكثر مرونة يعني بدون عصبية وبدون انفعال لأنه ذكرنا الزاوية اللي لها علاقة بالعصبية اليوم فلا تفرض رأيك وما تعصب لأنه الحساسية هاي بتأثر عليك فعشان هيك ممكن اليوم تحقق إنجاز مهم وتنتعش عندك العواطف من جديد وتشتد الروابط متانة وثقة برج العذرة طبعا القمر الآن انتقل لبيت البيت بيت العائلة يعني اليوم انشغالاتك كلها علاقة بالبيت بالعائلة تصليحات، ترميمات، ديكور، تنظيف، ترتيب، لقاءات عائلية، مشاكل عائلية كلها إلها علاقة بالعائلة عشان هيك اليوم بتقدروا تدخلوا أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة شوي ممكن تكثر الضغوط والمتاعب بسبب خبر أو ضغط معين أو سوء تفاهم أو مناسبة تيجي بشكل مفاجئ هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي لأنه بتشكل زاوية تربيع ما بين البيت وبين القمر تبعك يعني البيت الرابع فبدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإربك فعشان هيك يضبط الأعصاب مطلوب برج الميزان طبعا القمر صار في البيت الثالث فعشان هيك اليوم هذا يوم إلو علاقة بالحركة والنشاط وإلو علاقة بالسيارات إلو علاقة بالإلكترونيات إلو علاقة بالتواصل بالترويج إلى سلعة معينة للتجارة للامتحانات لكل أمور هاي فاليوم ما بتنشطوا بأمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات الكثيرة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة ممكن تعززوا اليوم العلاقة ما بينكم وبين أخ أو جار بماسبك تكثيف التحركات ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة اليوم لأنها سرعة البديهة عندك بتكون في أوجهة وبرضو متحدث لبق جدا بتكون فممكن هاي الأمور تنقذك من مواقف محرجك فمنعتبر هاي الفترة إيجابية إلك فعشان هيك يلازم تستغلها ولكن دائما لأنه البيت الثالث بعطي اندفاع وبعطي عصبية فنفس الإشي بدك تحذر من الزاوية اللي ذكرناها في البداية لأنه اليوم ممكن عصبيتك هاي تصل لمرحلة كبيرة برج العقرب طبعا القمر الآن في البيت الثاني لاي لك يعني بيت المال فعشان هيك اليوم في فرصة لمكسب مالي تيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لمرحلة جديدة او تحدد أولويات ميزانيات الوضع المالي مطالبات فوتير مشتريات ممكن تتلقى هدية او تقدم على استثمار او اليوم يكون في عندك مصاريف منزلية طارئة فبدك تهتم لكل الأمور المالية اليوم انتبه لأموالك من البعض المحتالين او النصابين او الناس اللي ممكن بيستغلوك او بيستعطفوك بدك تحذر من هاي النقطة واحذر على أموالك من السرقة والضياع هاي اهم نقاط اساسية وابعد عن التبذير خلص هيك خلصنا برج القوس فقدكم بأنفسكم كبير اليوم وبيعمكم النشاط القمر صار موجود عندكم عشان هيك اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلك فبدك تبادر اليوم لأي خطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بتطالعك الفترة هاي او اليوم هذا بتطالعك على خبر او ممكن تصلك معلومة او اشارة او تبدأ بشيء جديد وبيكون اليوم بمثابة اشارة او انطلاقة جديدة بالنسبة لإلك فهاي فترة بنعتبرها فترة ناشطة وحماسية القمر بدعمك بشكل كبير لأنه سعيد رغم انه اليوم منتحس الا انه القمر بدعمك شوي فعشان هيك ممكن تتلقى جواب او تنطلق في مشروع ما الاهم اللي هو ضبط الاعصاب ما تترك الانفعالات هي اللي تسيطر عليك يعني بمعنى اخر بدك تكون باعصاب باردي جدا برج الجديد اليوم طبعا القمر بازال موجود في بيت المتاعب حتى لو انه يعني الزهرة صارت موجودة او هذا لكن انه بتضل ضغط وجود القمر في بيت المتاعب ويوم منتحس بالنسبة لإلك والزاوية اللي جاعدة بتتشكل بتتشكل مع زحل اللي هو كوكبك فبشكل اليوم نوع من انواع الضغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك ما تبالغ في انجاز الاعمال اللي عندك او الاعمال المتراكمة يعني اعمل الاشياء الضرورية والمهمة حاول انك تستريح وحاول انك ما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة فاي فترة فارغة من الحظ بدك تخفف وطيرة عملك حاول انك ما تحسم اي امر وما تنجرف وراء افكار سودة وهواجس او حتى وعود لانه سهل جدا اي شخص يوعدك بشيء اليوم ويخلف معك برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم لانه القمر في بيت العلاقات الاجتماعية وبيت الاصدقاء فمنكم اشخاص ممكن يحقق امني بمساعدة صديق منكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اهم شي انك ما تبقى وحيد وحاول انك تسارع للمشاركة باي مناسبة او اي لقاء مع الاصدقاء انت اليوم بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء او موعد ناجح ومميز اهم شي انك ما تهمل واجباتك وتكون منظم ودقيق هاي اهم النقاط ولكن تحذيراتي حاول قدر الامكان انك ما تفرض سلطتك على اصدقائك وما تتحاول انك تتحكم فيهم هذا واحد اثنين حاول انك ما تتحسس من اي ردة فعل او كلمة او اشارة او نظرة تفهمها بطريقة يعني شمال شوي او طريقة سلبية فصير لك انفعال سريع اليوم ممكن بعض الاصدقاء يعني كمساعدات او دعم للك يبادروا باشياء انت بحاجتها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الان صار في البيت العاشر وبيت العاشر هذا يعتبر بيت الامتحانات يعني بمعنى اخر قدمت شيء منيح تكرم عليه قدمت شيء مش منيح تعاقب عليه هذا بيت السمعة بيدك انك تحمي سمعتك بيدك انك تتكافى بيدك انك تتعاقب فهذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل مثلا والاشخاص اللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على انجازاتهم القائمة اليوم عندك غير على مصالحك وزي ما حكينا هذا اليوم ممكن يكون يا اسوأ يا انجح ايام الشهر فتأثير القمر في هاي الفترة دائما لما بيكون بزاوية التربيع بيكون ثقيل على الاعصاب والمعنويات اهم ايش انك ما تتذمر على مسامع احد حاول انك تصبر حاول انك ما تتغيب عن عملك حاول انك ما تدخل بمشاكل او مواجهات ما بينك و بين رؤساك بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة